زيان إذان إحياء مش كتقول إحياء إيا شي حاجة ميتة يحيي الأموات إذا انت كتترف بأن المصارى ميت مش كتبحك نتعل أبو صباحة ازرق لوقت كله وكتقول إحنا وعرين وإحنا أهدي بأسقوه السفر تقول لي ما كتدموش هذا المصارى ليش ما كتدموش هذا المصارى لأن الأمم بتحيذ ما كتقول إيش كي ندوا لتسوية النزاع في الصحراء 2007 لدى تقديم خطة الحكم الذاتي من طرف المملكة المغربية ثانيا أن هذه الخطوة تهدف إلى الإسهام في إحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية وثالثا أن فرنسا تبقى وفية لتعهد أولا أن هذه الخطوة ليست بالجديدة ولا تأتي بالجديدة بمزيلا لا تأتي بالجديدة لماذا لا تأتي بالجديدة لذلك العلاقة مع فرنسا مدة طويلة وجرات السفير لذلك الكوردة لذلك تقولوا تسهدوا كذلك تستطيع الخطوة ليست بالجديدة لماذا لا تأتي بشكل أحد نحن نقول لبوس مع ماكرون لا تأتي بالجديدة لا تأتي بالجديدة وأنها فقط تذكير بموقف فرنسي كانت قد أعربت عنه فرنسا في 2007 لدى تقديم خطة الحكم الذاتي من طرف المملكة المغربية من 2007 انتم مصابرين على فرنسا ما كنت تقولوا واحدا شوفا ذلك شوفا يكدر فيها من 2007 انتم مصابرين مكمدينها في قلبكم الزغبيين مكمدها في قلبك الزغبي وسكت ثانيا أن هذه الخطوة تهدف إلى الإسهام في إحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية مزيان إذا إحياء فاش تقول إحياء يشي حاجة ميتة يحيي الأموات إذا انت كتترف بأن المسارة ميتة كأولا مكا تلي كتقول إحياء فاش تقول إحياء يعني كتحيي شي حاجة اللي هي ميتة أصلا انت عارفها ميتة وهذا اعتراف أنا كنحترمك عليه ليست بالجديدة ولا تأتي بالجديد وأنها فقط تذكير بموقف فرنسي كانت قد أعربت عنه فرنسا دابنتم هاتشي كله عارفينه ولكن كتضحكوا الهيشر 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 والمهيشر اللي عندكم كتديروا المصلاحية هي الصحب السافر لأنه هاتشي ماشي جديد فاش كتضحك نتعلى بوصبع يزرق لوقت كله وكتقول إحنا وعرين وإحنا هذي وكان صحب السافر هاتشي ماشي جديد في ألفين وسبعة لدى تقديم خطة الحكم الذاتي من طرف المملكة المغربية ثانيا أن هذه الخطوة هل لم تفهم هذه الخطوة هل لم تفهم دليل هناك مشكلة نحن ناحكم وخفففة هل لم تفهم دليل فقففة الذين يغادروا و الاجتماعي في الأرض لديها إنها إدارية ومعما يدخلون بل تدخلون وإدارية التي تدخلون لأرضى ديالها ولا الكوزينة ديالها كنت نزل ليهم قرق الله في قولهم صايت تعمرك اشتفار كيف يدامز معها ما كيناش في دان نزا ما كينا نزا لا نزا لا حرب لا تهدف الى الاسهام في احياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية وثالثا ان فرنسا تبقى حوفية لتعهداتها والتزاماتها بدعم جهود الامين العام للأمم المتحدة اعتقل مغرب ركوم قوافية لدعم جهود لامين العامة للأمم المتحدة ومريكسي كنت تبقى عالم قوافية لدعم جهود العالم كله وفيه لدعم جهود للأمم المتحدة أنتونما لم يكيدي أمامكما كلمة مشكلة لإ blastですね لأن جهود إلى أمم المتحدة بسكرتان ما في مصارب أكثبت؟ 70 لدينا مشكلة المسار bize ولكل تصحراء الغربية لا تعترفتلي بها Because this is the Adone Me و هذا هو المسار الذي كان يطبيق الأمم المتحدة في التقارير لكنه يجب أن تدعم الأمم المتحدة طاقة شرائية الدولية يجب أن تدعمه المسار الأممي وتضحقون الى أن تدعمه المسار الأممي إذا كنت تدعموها لك ثم ما يهبئها في العربية ثم ما يهبئها أكبر أو تدعموا المسار الأممي كنت تخليكم في المسار الأممي الذي هو الحياة نحن لا نسوق الموضوع كي ينتمك بيناتكم بالفوليزاريو والمغريب كنا نعتبروا نستقبلونها وكل شيء ولكن نغضوا الطرف على هذه المسألة واخيك المسار الأممي كنا نواصروا أخويا نضبروا نحن لا نستطيع الوحرق له علاقة ما مع المغريب وكنا نعاونه وقعم تختلف وكنا نستطيع الوحرق ولكن مصار الأممي نتخليه بالحق لا نعرفه الموضوع كيف يحدث الموضوع غير بحالة تقول هذا هو الرجاة والويداد لعابين وكين حاكم وما تزال ما سألاش حاكم ما زال ما نصفرش نتيجة تعادوا زر وزر ولعابين على الكاس ما تضع طرفنا الجمهور الرجاة ودخل به التيران وكيف رحنا على العابد ما تزال ما سألاش حاكم ما زال ما نصفرش هذا هو المصار الأممي ما زال ما قلتوا هون في الاموضوع كنتم عرفتو الدولة ودرتول يا الرأي ودرتول يا الصفراء وازي قد تغوض وقد جئوا عند اللهيشار وقد قلوا هنالشرايات الدولية والأمو متاحية وانا الحمار ليعني نضع ودنين كبار من اللهيشار فأنتي تختي ولمشي أنا أنا مغريبي لا عندي شو ودنين كبار فأنتي قلوا هكفوشك تقبل مصار الأممي تقبل الشرايات الدولية لا يجب أن تخوّر علينا بشراعية الدولية والبزع الأمامية والمسؤول الأمامية هذه ما تصبح أحداً منك لا مغربة تقتلقك لا أمم المتحضر تقتلقك ولا دول الدول التي تتعلم معهم بالدول الكبرى منها بطلانزة ومنها ألمانيا ومنها إسبانيا ومنها لكما تأتي بشراعية الأمامية ومصار الأمامي يقولي شيئاً انت تخوّر هل هنا مصار أمامي أنت معتعرف الدولة عندك؟ لا تحلّد نزاع معتعرفات الأمامية فهذا ما اعترفه وما تبقزه وصيرتك بمش مع راسك بشان قديري فيك راسطة ما يمكنش وهذا القضية اللي انت ما باعيش تفهمها الهيشار اللي عندك تفاهمه ولكن ما قادرش تقوله الهيشار انا قدر اخفيه بعد ديك مفاخه وان مره يترتق عليك انت بازل كتسين الوقت اللي يترتق غازك تفخاءه وغازك تسين بم بوم الاسلامتك بسعار راحة قد قلب العلابناك مساندة مساعي مبعوثه الشخصي وخلال ذات اللقاء كان رد السيد الرئيس الجمهورية صارما وحازما خلينام هاد صارما وحازما لان احنا شنا صارما كيفاش كي متحنكوكي وكيد ربليك يديك باش ما تسلمش على ماكرو جاتوا الغيرا منك والمصر الامامي اول حاجة من الفين وسبعة كي قلت دي ماكين شيء قرار من الفين وسبعة كي تكلم على الاستفتاء كان الموضوع دي الاستفتاء سالق مصر الامامي تقول لك اودي حل يكون مقبول من الطرفين ومشي حلم فروط والمغريب اعطى اقصى ما عنده ما عنده يرضي هو الحكم الذاتي ما غضيش يزيد اعطى شيئا واللي يجبو الحال هو هذا لما عجبوه يتحرصه معك واحتذك الحكم الذاتي لما قبله غضي تكون جهوية مستعوه كي تكون جهوية مقبولة والأمام المتحدة لما كان يرضي الطرفين سيكون حال على ما هو عليه الى ما لنهاية يعني المغريب في الصحراء وتعيش على حساب دولة الشات الزوالي يعني اضيف هذا ان الملف اللي كان في اللجنة الرابعة تحت البند السادس والبند السادس ماذا يقول لا تحت البند السادس والبند السادس ماذا يقول لما يقول القرارات غير ملزمة كيف يمكن أن نحتم جهو الأمام لدينا القرارات سيدقاء يقول لك ذكرت مكدولة غير ملزمة يقول للمغريب ما تستطيع القرار طوية وما تدوره يعني القرارات التي تحت البند السابع غير ملزمة من جهو الأمن ما زال تكون تحت البند السادس التي تحرك فيها جهو الأمن وتحرك فيها الدول وتحرك فيها الجيو لأنهم فهلوا هذه القضية تبوتكم كثيرا مايته القضية بلن فهلوا تستطيع البند السادس وبند السابع وستطيع الشرق قرارات كثيرا هذه القضية بالضبط في نتيجة غضا وذلك بشيرك المغريب لم يبحثون رؤيتكم ويمكنكم نبذلك بالموضوع في الهم المتحدة من هنا وال patience وعينه رأيناة وما من تعرفاتك وما من تعرفاتك وما من تعرفاتك وما من تعرفاتك وما من تعرفينه ولكن ما تتعلمتي هناك حولة يقول لي فقط تقرأي هكذا لكنك عملك لا تقول لي هذا نسيلا لا تستطيع أن تقول لي هذا لأن أبو صبع أنت تقول لي أنت هو القوة الضاربة وانت ليشد الأمم المتحدة بصفحك تدورها ولما انت القرى الأرضية تستطيع تميل وليكين وعرضيك تدور عليك انت هو هي العقل تشريي أبو صبع فهم أبو صبع الذين يفهمون أنكم يحاولون أن تكونوا مقالين القرى الأرضية لكي لا تطعق هل تقول ليش رامع أن القفلة لا لا سنجدنا إذا أخونا نحن سننزل في بصف والبشار يتوه لكن ماذا تقول له هذا الواقع؟ سمع بصوة قرارات المجلس الأمن تحت البند السابع غير ملزيمة يعني إذا وجدك مجلس الأمن أسئلية لديك بوليزاريو عندها دولة يقول له المغرب هك وضعك صاحبنا اللي بدك الموسيقى يقول لك هكذا هكذا يقول له المغرب فهكا ولا هكا تخسروا الفلوس إما كي يوكل المنزو أو رزو هكذا يقول لك هكذا تخسروا الفلوس هكذا تخسروا وغاديل في المعصر هكذا تشوف صالحي أنت بصبع؟ لا أشوف صالحي هكذا تشوف صالحي أنا؟ أشوف صالحي وصالح من أخي هذو الولاد الكريب لي حاكمين لأنا كيضربوا الفلوس اللي أجيبهم وانتا شد الطابر